الحكومة التركية تقرر البدء في تشغيل واحد من أصل ستة توربينات على سد إليسو رابع أكبر السدود في تركيا من حيث إنتاج الطاقة الكهربائية قرار دق ناقوص الخطر بالنسبة إلى الجار الجنوبي العراق حيث سيؤدي إلى شح المياه لديه وسيقلل التدفق من نهر دجلة الذي تعتمد عليه البلاد في معظم احتياجاتها من الماء لكن تأثيرات السد السلبية ليست مقتصرة على العراق بل أثرت على الأتراك أنفسهم فبحسب وكالة رويتلز تسبب سد إليسو الذي قررت الحكومة التركية إنشاءه في عام 1997 تسبب بتشريد نحو 80 ألف شخص من 190 قرية وبعد سنوات من التوقف وتأخير بدأت تركيا مؤخرا ملأ خزان هذا السد الأمر الذي دفع ناشطين للتحذير من خطورة سد على الزراعة العراقية وكذلك تسبب بالعطش لملايين السكان يعتبر سد إليسو من أكبر السدود المقامة على نهر دجلة بطول 1820 مترا وارتفاعي 135 مترا وعرض كيلومترين السد يستوعب في حال امتلائه كليا بالمياه ما يقرب من حوالي 21 مليار متر مكعب وسيولد 1200 ميجاوات من الكهرباء ليصبح رابع أكبر سد في تركيا من حيث الطاقة الإنتاجية ومنذ عامي 2017 أدى نقص المياه في العراق إلى اتخاذ إجراءات مثل حضر زراعة الأرز ودفع مزارعين إلى هجر أراضيهم فشهدت مدينة البصرة حينها احتجاجات استمرت أشهرا بسبب عدم توفر بياه صالحة للشرب